السلام عليكم البنات أتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم شواتنا ديال فاسية ان شاء الله غدي تقدم لكم طريقة ديال السردي اللي غدي نديرو على شكل كفتا ولكن كي جديد ورائع غيب تعليكم البنات ولكن لاحظت بأن القناة تعوتاني نعساتش شوية رقدات قاع رقدات لك شعليش أنا قلت الاهتي من مكاينش انا كان ميك شوية تفاعل والو المهم ما كنتشي إشكال انا راني لا كانت ليا شي فكرة جديدة راني كان باعت معكم وكان احطى لكم صافي بالمختصر اليوم عنا للبنات السردي اللي قبضته زولت نقيتم زيان من داك القشرة ديالو كرتو يعني بالسكين ولا بالموس وقبضته زولت له السنسول ديالو عندكم الكمية اللي بغيتو كيلو نس كيلو القياس اللي بغيتو انا عندي هنا تقريبا 1 كيلو لارد صافي قبضته وحطيتو مغسور ناضي هنا قبضت واحدة الفلفلة واحدة بصلاة صغيرة حمر لحسب الكمية بغيتو تكتروا البصلاة ديرو بغيتو انا قبضت فلفلة حمراء وقدرت جوج بصلاة صغيرة قبضتهم تحنتهم هرزتهم بزيان ولي ما عنداش الهاشوار يمكن لا تقطعهم مرقي وقين من الاحسن الهاشوار اللي كان رأيي وحدة لعنده الهاشوار في الدار قد انا قنطحنه مقاك يجيوني رقاق بزيان ما كانت محنش تقطع الرقيق ولي ما عنداش المهمة تقطع الرقيق سافي قنقبض هذا كذلك تهو قنضيفه وهان تموشته كيفاجر غلث له السنسول ونقيتو هناليا غادي نطحنو حتى هو في تيك الهاشوار ولكن ما غاداش نطحنو حتى نمعكم زيان غي واحدة دوارة خفيفة باش نخلي وش شوية يجينا بحل كفتة مهرمش وباش ميجيناش مياع يعني يعني إلا طحنتو بزي فغادي جرى لكم هانتو بحلي كان ضرب غيت لاندو درواءها بحال هاتشكل هاك بحلي كان دقوصها في المهم أنا غادي نحل علي هاكدا شاي حبث ما زالين هادا هادين ولي نزيدهم هنزل لالخليط هانتو مشتو الخليط هادين نزلو هادين نضرب واحد ضربه ولا جوج وهنا سعليت المهم أه كان قبل دك اه سرديد كانو اللي نضيفه فوق ديك الفلفلاء والبصلة كنت جي طريقة زوينا بحليها كتكوني شوية الكفتة ويراها ممشي كفتة أراد سردين كان جيب لكم دائما أفكار وما كان أغبرش غياك ونرجع لكم المهم كان شي تفاعل أنا غادي نرجع لكم وغادي نحط لكم واصفات كانت كنتم ميكيني وعدت أنا مشي كان أددكم لا كان شوفوا في الفيديو ياتمي يكتو صقرتوا بحلي ما راني شي قعكينا المهم كان قبضة التومة وكان هرسها بحال هكتا التومة لقدرت واحدة للأربعة ديال الطريصات نقيتهم طريين بغيتوا تدروا طرية ولا أغبرة ولا اللي عندكم المهم يا تومة سافي هادي نديروا العناصر ديال العطرية اللي كان خدموا دائما في الحوت هادي نضيفوا فيه السودانية الملحة الكامون الفلفل الحمرة والقصبور ليابس هايا الفلفل الحمرة وهذا اللي بزار وكندير القصبور ليابس كندير السودانية ديروا شوية بزايد السودانية كيم حجي محل حرزوين والكامون واللي ما كيقتش على الحرب لاش سافي هنا غادي نضيف كداليك زويتة بلدية باش غادي نجمع الخالد مادرتلوش الحمضة البنات حنا بغينا نجينا بحل الكفتة بيبغت تعطي لو واحد الماطق ديال التعصير ديال الحمد ما بغيتوش يجرينا نحسو ديك العقدة بحل الكفتة سافي هنا ايا كان ضيف القصبور بعمتو قطع رقيق أنا شبتتوغي من اللي مجمد سافي هنا غادي نخلط هانتو مشتوها لما نقدر ديالها جاية بحل الكفتة سافي عادي نبدا هادي نخلط هانتين وغادي نخلي اغيب واحد يعني صوبتها بدك الساعة ما ما خليتو لا رقد ولا بات لاتشي حاجة صوبتها خليت ربع ساعة نط مشيت كان قطع الخضار اللي هي الروز اللي غادي نرافقهم على الروز راني قلت لكم شينوية يعني كعي من الروز درت قطعتها بالنسبة للروز اللي غادي نخدم فيها غادي نوري لكم العناصر اللي درت درت البوارو درت لاريكو درت خيزو وكذلك البوارو كليتو نسيت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فقط لاريكو وخيزو تسلقو نسلقة باشي نسلقة وحاجوش تقعو كلها ثلاثة غلاو في الماء اللي هاد نطيب فيها الروز مع شوية الملح هزيتهم في شبيكة وحطيتهم من بعد درت هاد البورو ودرت الفلفلة تشحروا لي مزيان منين تشحروا لي بواحد شوية زيت تشحروا لي رميت عليهم ذاك خيزو واريكو لان خيزو واريكو عادي يكونوا قصحين والاخرين ضغياء غيهبطوننا درت لهم بحل داك القياس اللي ديك الطياب اللي فيهم غير رميتهم واحد جوش دقيق وقرميت عليهم خيزو واريكو صافي ودرت لهم دامة ديال بنا وخليتهم كيتشحروا مزيان ومبعد مني يدخلوهم الطياب درت لهم سكين جبير وليبزار وثوماء وصافي وزيت البلدية وصافي واريكو هنا غادي نطيب هادا الكفتة هادا الفراعية اللي ما عندها شراء غادي تديرها تقدر تحتها في المقلة تقليهم ماشي مشكل ديرهم قريصات وبحلي غادي تقلي شي حوت ولا تقلي شي حاجة بلاحق بلا تقزيوتات بزاقش شوية واللي بغا تستطيبة ديال شوى غادي تدخلو من فران غادي تدخلو من فران يتشوف فيه عادي في البلاتو ديالكم وغادي تقلبوهم من ينشوفهم تحمرو صافينا أنا غادي ندير الطريقة ديال الحوت او للا بغتوه تديرو على جهة ديال الجاج امكلكم هنا الروز تسلقلي وهنا الخوضار طابتلي وانضفت لهم هادا الروز وكنخلطهم بعدما قلت لكم درت لهم زيت لي بزار وسكين جبير وثوماء وخلطت تتشحروا لي وهذا هو خزو هذا هو الروز اللي وجت اللي غادي نرافق مع هذا مع هادا الحوت اللي را كيطبنا كيطبنا تقريبا واحد ربع ساعة عشانين دقيقة كيكونوا وجد كامل وانا ادرت القياس بقياس صافي وبغيتو تديرو في بلاتو غادي تدخلو الفران وكيوجد لكم كيجي رائع البنات تجربوها البنات صاد تطريقة سهلة نختلف وانا نغيرو شي شوية من هادا هنا غادي ندير معاكم واحد شليد لها غادي نقبط واحد الخيارة غادي نقبطها نخيارة ولا نصخيارة لحسب تومها كنحكا في الحكاكة الغليدة كنقشرها بحلها كده تقشيرة خفيفة ماشي كنقرتها كلها كتعجبني ديك الخددرين يكونوا في ديك اللوين صافي هنا يا مني كن نحكا كتجيها تشليد لديدي على البنات الليلة للديدة أنا غادي نزيد شوية صافي هادي نقبط دانو المسوس او الياغورت او الكوارك اللي كينين هنا اللي كيتبع بالنسب الهناس دي الهولندا هادي ندير في الحامض حامض كتر من نوشي شوية كتجيزوية محمدة الحامض وشوية دي الويبزار وشوية دي الملحة ما كنديروش الزيت كنديروها هادا هاكا راكات جيالبنات الديدة اللي دراكي هادي مو نعيشة في الصيف هادي خبعوا هاد الوصفة هادي وتفكروني ومني تكونوا كتاكلوا وحاجة واحدة تصير المهم هو هادا ثوما ثوما كتديري واحدة ثلاثة درسات ولي حسب القياس اللي عندك وش راكي دابان تي سي تي بيت راكي كتعرفي القياس طيبة ديال ثوما شحال كتعطف الجهد ديالها يعني هادي ديري واحد درس ثلاثة دروس لحسب الكمية اللي عندك صافي هنا يا غاني حكيتها كتجي راوعة البنات ومني تتربط مع القلب لا تفكروني ودعو معيش ادعوذ الاخير والرحمة الوالدين انتو ما كان خلطا دابا غادي نزيد واحد نص كاز ديال كذلك ديال دانون ياغورت مستوس ماشي حلو عندك وش ديال ياشو حدا محلو المهم هنا يا غادي نخلط غادي نزيد واحد نص كاز ولا كتكافيتها هكا حك را كافي حك ديال مياه وخمسة وعشرين كرام دانون مياه ورث مستوس صافي هكا هنا ها هي دي الشليدة ديالنا كنا كلها بمعلقها جديجي طوب دابا هنيا غادي نزيد روز هني حويته في الطبصل وهالكفيته ديكشي امبرنك هانتو ما جديجي روعة وكي جاكو بالعشاء ديالي وكنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله ورجروه ومطن شوشت عليك بارتاج ودومتم في رعاية الله وإلى اللقاء ودوى الطفق ديالنا كنتمنى يعجبكم إلى اللقاء